السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نصح ضيف اليوم من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سيد فرنجي أهلا وسهلا بك أستاذ سيد في ستوديو الميادين أبدأ معك من مجلس النواب اللبناني اليوم لديه جلسة لمناقشة رسالة الرئيس رئيس الجمهورية ميشيل سليمان إلى المجلس بداية لم يسرب الكثير حول هذه الرسالة بل هناك ردود فعل عليها كانت غاضبة إلى حد ما برأيك كيف يمكن تقييم إرسال الرسالة هذه في هذا التوقيت تحديدا أولا رسالة هي حق دستوري دستور بمدد 53 يسمح لرئيس الجمهورية يعني يوجه رسائل للمجلس النيابي ولكن أولا هذه الرسالة وصلت متأخية فالرئيس يعني من نوع البرأة الزمي هو رايح مودع فعمل رسالة فيها هذه الرسالة إتهام لتقاعص النواب عن انتخاب الرئيس وكأنه يعني أن النواب هني وحدهم بينتخبوا الرئيس هني بصوتوا للرئيس ولكن هناك من ينتخب الرئيس أو من يختار الرئيس وليس كل الثاثرة التي قيلت سابقا من رئيس الجمهورية حتى رئيس مليس النيابي حتى عدد من الكتلة النيابية أنه اللبنة الآن فرصة كبيرة تبين لا يعني هن أدوات للسغسرة والكلام أنه والأسف اختيار الرئيس وغير الرئيس هو في الخارج واللي صار مؤخرا منه 40 ساعة غرفة العملات التي أنشئت في باريس بعض اتصالات بين واشنطن والرياض وباريس شكلت غرفة عمليات من مسؤولي مخابرات ودبلوماسيين هي التي تدير معركة رئيسة الجمهورية في لبنان هذا الحج إلى باريس كان من أجل هذه الغرفة رغم ذلك كلهم يعرفوا ما في حتى الآن حتى الساعة أي قرار لا من السعودي والأمريكيين ولا من الفرنسيين حول اختيار اسم لرئيس الجمهورية بالنسبة للفرنسيين حتى مصادر دبلوماسية قالت بالأمس لأحدى الصحف اللبنانية بأنه ليس هناك من قرار أمريكي بعد بتسليم الملف اللبناني الرئاسي تحديدا إلى فرنسا هي فقط لتقطيع الوقت برأيك هل تحقيق أم هذه مناورة أخرى من أمريكية لا الأمريكيين ما سلمون الملف سلمون إدارة الملف بدون تسميات ديروا بمعنى اجتمعوا وعملوا اتصالات شوفوا شو بيقولوا بعدين نحن هناك نتطفع على شو ما سلمون إدارة التواصل هذا القلت أنه عندنا من غرفة عمليات في باريس نحن وإياكم يعني نحن والفرنسيين أم نحن وأحد آخر الأمريكي أولا والسعودي ثانيا والفرنسي ثالثا طيب هناك من أيضا يقول يضع أيضا أن هناك رأي لإيران في هذا الموضوع وإن كان بشكل غير مباشر صح لا مباشر كمان كيف مباشر وليش التأخير السعودي من اتخاذ قرار بالأحرى بالموافقة على نقاش خيار رئيسة الجمهورية لأنه ناطرة تنتظر ماذا لأن راب فتنة بالآخر فتنة بالآخر بلغ السعودي منذ أكثر من شهر أو ثلاث أسابيع تماما للأمريكان أن رئيسة الجمهورية الاستحقاق الرئاسي في لبنان نحن على استعداد للمناقشة للإسم بدون تحافظات اختاروا ومن تعطونا لايحة للأمريكان اسمين ثلاثة نختار واحد نحن بيكون وما في مشكلة شرط أنه ولو نجح بالعراق نوريس المالكة يجب استبعاده عن رئاسة الحكومة هذا وضعوا ربطه رئاسة الاستحقاق الرئاسي في لبنان برئاسة الحكومة في العراق وأيضا أمور أخرى ولكن هالشرطين حطوه مع بعض لأنه لا تريد السعودي إطلاقا عودة وبالنسبة لي سوف نتابع هذا الموضوع وبالتفصيل أكثر في الحدث اليوم لأن هناك تتمات له في رئاسة الحكومة اللبنانية أيضا ولكن قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع هناك الحوار السعودي الإيراني يعني ليس هناك من إمكانية لتطوره ليس هناك من إمكانية أيضا هل الوقت الذي يتخذ لأجل هذا القرار هل له علاقة أيضا بهذا الحوار نعم الحوار سيتأخر حتى الآن لم توجه المملكة العربية السعودية رسالة خطية رسمية رسميا لوزيخ خارجية إيران طبعا سعود الفيصر قال هذا الكلام ولكن ما نفزه عمليا بالرسالة سيتأخر الحوار السعودي الإيراني لبعض الانتخابات الرئاسية في سوريا وفي مصر يعني عدنا إلى المربع الأول الذي كان يقول ومتكون بهذا وقت عم ماشي الاتصالات والمناورات حول رئاسة الحكومة في العراق يعني عدنا إلى المربع الأول الذي كان يربط الرئاسة اللبنانية بمصر العراق والسوريا نذهب إلى عنوين الصحف العربية الصدر اليوم ونتابع النقاش إلى عنوين الصحف العربية نتبع السلام عليكم اتفاقات سياسية في صالونات المغلقة وهرج ومرج في الشوارع هذا بات حال غالبية دول العالم نستعرض أخبارها في هذه الجولة الصحفية البداية مع صحيفة الشرق الأوسط خادم الحرمين الشرفين استقبله في جدة قبل أن يغادر إلى المغرب تمام سلام السعودية حريصة على استقرار لبنان وإنجاز الاستحقاق الرئاسي نقرأ في الشرق الأوسط البرلمان الليبي يؤجل التصويت على حكومة معيتيغ هجوم على منزل حفتر في بنغازي ومعلومات عن انشقاق رئيس الأركان نقرأ في الشرق الأوسط أيضا أكثر من 100 جهادي أمريكي في سوريا هولاند سفارة سوريا في باريس ستوضع تحت تصرف الائتلاف إلى لبنان وصحيفة البناء كتبت هذه الصحيفة قمة شانجهاي تدشن تعدد الأقطاب وأوكرانيا نحو الحلحلة والمالك يحكم بالثلث المعطل السعودية وحزب الله متفقان تلازم عون والحريري في الرئاسيات وخارجها رسالة رفع العتب من سليمان تلقى مناقشة مثلها ومقاطعات ردا على الإهانات نقرأ في البناء أيضا روسيا والصين تؤكدان رفضهم التدخل في شؤون سوريا الداخلية جاتيلوف سنستخدم الفيتو ضد المشروع الفرنسية بايدن أعلنت زيادة توجده على حدوده الشرقية إلى الكويت وصحيفة الأنباء عنوانت الأمير يزور إيران مطلع يونيو المقبل الخارجية الإيرانية الزيارة مصيرية ومصادر تقول مباحثات صاحب السمو تترق إلى العلاقات الثنائية والخليجية الإيرانية نقرأ في عنوان آخر السيسي يكتسح الانتخابات المصرية في الخارج بنسبة 94% إلى سلطنة عمان وصحيفة الوطن نقرأ فيها روسيا تتعهد بفيتو ضد إحالة ملف سوريا للجنائية الدولية والجيش التايلاندي يعلن القانون العرفي ويدعو للحوار والمتظاهرون بأماكنهم نقرأ في الوطن أيضا تحديد 25 من يونيو موعدا للانتخابات البرلمانية ليبيا مسلحون يتعهدون بقتال حفتر والإخوان يتهمونه بالانقلاب إسرائيل تتحدث عن أفكار أخرى لحل الدولتين دون اتفاق مع الفلسطينيين إلى الأردن وصحيفة الرأي عنونة هذه الصحيفة السيسي يتفوق على صباح في تصويت المصريين المغتربين مقتل ثلاثة شرطيين في هجوم بالقاهرة نقرأ في الراي أيضا حفتر يحظى بدعم إضافي ودعوة البرلمان للإنعقاد مخاوف من حرب مفتوحة في ليبيا والنهاية من الجزائر وصحيفة البلاد عنونة أطراف دولية تحاول توريط الجزائر في المستنقع الليبي رفع حالة التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى على الحدود الجزائر تغرق بالمهاجرين غير الشرعيين نحيلكم الآن إلى بقية برنامج آخر طبع لتغرقوا بتفاصيل هذه العنوين وخلفياتها السياسية إلى كضياء شكرا لزميلة دلولة على قراءة عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم أستاذ سيد نبدأ من آخر عنوان وهو الشأن الليبي هناك ورد في إحدى الصحف أن هناك مسعى لطورة الجزائر في الشأن الليبي ولكن قبل هذه التغيرات التي حصلت هذا الانقلاب الذي سمي بانقلاب عسكري حصل في ليبيا كيف يمكن تقييمه وسط ما يجري في المنطقة أولا يعني مثل ما الأمريكي غزى واحتل العراق ووضع العراق في حالة الخطر الدائم والانقسام والتقسيم الدائم أيضا ببعض انتفاضات بين هلين الربيع العربي كان دور ليبيا وليبيا سبقت الآخرين بالموقف الجامعة العربية التي أعطت الموقف أو سلحت مجلس الأمن لاستخدام القوة تحت البند السابع ليبيا بمعنى آخر ترك المجال الأطلسي والأمريكي التحكم بمصير ليبيا حين تنع عمر موسى من العام لجمع الدول العربية كلهم مثل بعضهم لأساسه النبيل العربي فمنها حصل الانفلاش في ليبيا ومستودعات الأصلحة والزخير في ليبيا والأتيان بالمجموعات الإسلامية من أفغانستان تحت المظلة والرعاية الأمريكية والقطرية والفرنسية هي التي لأن تعيث فسادة في ليبيا ليبيا ما في شي وقف مع شي مجموعات فيه يقال 300 ميليشيا مسلحة طبعا برح أعلن أنه في 15 مليون قطعت سلاح غير الأسلحة اللي راحت منها تجارة مالية منها تقديمة منها دعم لمجموعات سوريا أولا وسيناء ثانيا والجزائر ثالثا والتونس والآن مالي فهذا يعني جعلوا من ليبيا بقرة لتوزيع أنواع السلاح لافتعال والإرهاب لحالات الفوضى والإرهاب في الدول العربية الأخرى هذا الدور الآن الذي أعطي تحت سقف الأطلسي طبعا في نقطة معه أنه شو ما صار بالأخير بدنا نحط إيضنا على ليبيا لموقع استراتيجي وموقع النفط طيب ماذا حصل بالأمس بالأمس يبدو أنه ما حصل يعني لا يتوافق مع الإبقاء على ليبيا هذه البؤرة التي توزع السلاح والإرهاب على العالم لأنه تفاقم هذا الوضع فصار الخطر أكبر على مصر وعلى الجزائر وتونس أيضا هون يعني خاصة مصر لأن مصر في مليون ومئتان ألف ليبي في مصر من حدود الليبي المصري بين الأربعين وستمائة كيلوماد تسلل العدد الكبير من المسلحين شيء إخوان شيء غير إخوان لقتال الجيش المصري من سيناء وإيصال الأصلحة من بابين للسيناء يعني المسلحين الإسلاميين في السيناء التكفيريين عفوا مش الإسلاميين يا إسلامويين تكفيريين نعم ف وأيضا من الجانب الليبي دخول عناصر والهي اللي عم تعمل أغلب العمليات يعني عناصر تفجيرات إخوان إن كان مصري أو إن كان غير مصري تفجيرات في القاهرة والمحاوزات المصرية الأخرى فالقاهرة ما قادرة تأخذ مواقف علنية الآن قبل الانتخابات والجزائر نفس الشيء فيبدو أنه طبعا بالأعمال اللي بتصير ضادة حركات وتحركات وحراك وانقلابات فما حدا بيعلن أنه أنا اشتغلت ودعمت ولكن والاهتراء الذي حصل في ليبيا أدى بأن العقيد المتقاعد خليفة حفتر تقدم بعد طبعا ما خطط واشتغل نعم تقدم باتجاه وضع حد لكل هذا الفلتان الأمني الفلتان كبير يعني كله فايت فيه مجموعات مسلحة وسلاح وماليشيات من الصعب من الصعب إحصاء هؤلاء والتفريق بينهم من الصعب إحصاء هؤلاء جميعا والتفريق بينهم وهذه لمن تتبع وهذا من يدعمها وطلعت ارتفعت أصوات عديدة يعني نحو فيدراليات أي تقسيم ليبيا تقسيم ليبيا صحيح طيب هذا خطر كبير فمن هون أعتقد أنه في دور فعلي داعما لحراك الخليفة يعني حفتر من مصر ومن الجزائر لوضع حد للفلاتان الأمني والتسلق يعني التسيب ومن ثم السالس المسلحين طالما هناك نفط وطالما هناك ثروات وطالما هناك مجموعات مسلحة أو في وضع اليد في وضع اليد يعني هذا الموضوع يهم أمريكا كثيرا وأيضا أوروبا يعني هل حصل ما حصل في ليبيا مع حفتر بمعزل عن قرار أمريكي بمعزل عن قرار أوروبي أين الناتو كيف حصل ذلك لا ما حصل بمعزل بس ما حصل يعني بتخطيط أمريكي مش ممكن بدعم ومن هنا إذا بتلاحظ أنه من أربع خمس تيام صار في حراك أمريكي عسكري جوي في جزيرة قرب ليبيا سوكوليا وسيوها لتعزيز المواقع العسكري الأمريكي في المنطقة طبعا لأنه متحسبة أنه وضع ليبيا وصل إلى حد الانفجار أو التفاكم الكبير فطبعا مش أنه محدا يعني أنه بقدر يقول أنه الأمريكيان مش عارفين شو بدوا يحصل عارفين بس ولكن ما بعض إذا كان هذا البدنيا لأنه إذا ما موصل اعتداء على الأمريكيين أو على السفر الأمريكي كما حصل سابقا الأمريكيان ما عندهم مشكلة إذا بتعمل فوضى ما هني عم بعمموها في لبنان وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي المصر وفي تونس أيضا أبار النفط محمي يعني والأقود وابدت روح أي برنان تجعب حط أيدنا لها تنتظر ستة شو ما مشكلة بس لكن الأفضلية هي لإعادة صياغة المنطقة أنظمة ونظام إقليمي لمصرحة إسرائيل وهذا لهالسبب ما زال وضع في سوريا يعني على الأرض لوجستيا عم بحاول يتقضم الجيش السوري ولكن الأمريكيان بعدهم هني وبعض الأطراف العربية الخليجية وتركيا بعضهم مصرين على استمرار النزيف والقتل في سوريا لأنه سوريا يجب أن تبقى مشغلة بالقتل والنزيف والتدمير هذا الذي يجعل إمكانية هذا ما يسهل مفاوضات على ملفات أخرى وصولا هذا ما يسهل برأيه الشغل الأكبر لأن إسرائيل ترتاح طبعا هذا في النهائي هذا الهدف الختام الهدف الأخبار ترابلوس من يفجر الوضع في وجه الجيش كشفت مصادر مطلعة أنه قبل نحو ساعتين من وقوع الإشكال في محلة البزار في باب التباني في ترابلوس شمال لبنان ألقى مجولون قنبلتين يدويتين في المنطقة ما دفع بالعناصر العسكرية إلى الاستنفار ووفق المصادر لم تكت تمر لحظات على إلقاء القنبلتين حتى كانت مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية عبر الواتس أب تشيع بأن الجيش يستعد لعملية دهم في باب التباني ما جعل الأجواء مهيئة لوقوع إشكال مع الجيش عند أول اهتكاك وبالفعل ما كاد عناصر الجيش يقتحمون منزل أحد المشتبه فيهم حتى أمطر مسلحون عناصر الدورية بالرصاص والقضائف الساروخية ما أدى إلى سقوط ثمانية شرحا من الجيش بينهم ضابط وتخوفت المصادر من أن يكون ما حصل مؤشرا إلى تجدد الصراع بين الأجهزة الأمنية أو إلى حرطقات من بعض الجهات السياسية على خلفية تعثر إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية حتى اليوم في منطقة عرفت بأنها الأمثل لتبادل الرسائل السياسية المتفجرة البناء عون والحرير متلازمان في الرئاسات وخارجها سعت السعودية إلى نقل لعبة الاستحقاق الرئاسي اللبناني إلى الرياض لتعزيز وضعها التفاوضي لكنها لم تجد أمامها من مفاوض سوى حزب الله فأعادت بلسان الرئيس تمام سلام توجيه رسائل الود باتجاه الحزب علنا وتخفيف من أهمية قتاله في سوريا وتكشف مصادر ديبلوماسية سعودية أن الرياض تبنت معادلة العماد ميشيل عون التي وصلت بضفتها معادلة حزب الله وقوامها أن العماد ميشيل عون والرئيس سعد الحريري متلازمان ببلوغ الرئاستين الأولى والثالثة فإذا كانت معادلة حزب الله هي أن وصول عون سيزيل الفيتو عن وصول الحريري فإن معادلة السعودية هي أن عدم وصول عون سياني عدم وصول الحريري فارين بوليسي تعاون بين حزب الله والقوى الأمنية يمنع العنفة في لبنان في شهر أبريل نيسان أعلن الجيش اللبناني توقيف عبدالله كايد من ألوية عبدالله عزام العملية كانت نتاج أشهر من التعاون بين الوكالات الأمنية اللبنانية وحزب الله وفق مصادر أمنية لبنانية خلال الأشهر الأخيرة يبدو كأن العنفة أحبط نتيجة تلاقي مصالح لدى النخبة السياسية السنية في لبنان الولايات المتحدة وحزب الله التنصيق بين حزب الله والوكالات الاستخبارية يحتمل أن يكون محرجاً لواشنطن التي منحت تمويلاً كبيراً للقوى الأمنية اللبنانية وصنفت حزب الله منظمة إرهابية لكن المسؤولين الأمريكيين يؤيدون أي تنصيق يوقف الهجمات الإرهابية في لبنان العام الماضي أفد بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تشاركت معلومات مع مسؤولين اللبنانيين حول هجوم وشيك للقاعدة في الضواحي الجنوبية لبيرون المعلومات جرى تمريرها للجهاز الأمني في حزب الله المسؤول إلى حد كبير عن الأمن في المنطقة أستاذ سيد كما كنا نتحدث في البداية عن تلازم شرط أن لا يأتي الرئيس الملك رئيساً للحكومة في العراق أيضاً هنا أوردت صحيفة البناء اللبنانية عون والحريري متلازمان في الرئاسة وخارجها إن جاء عون رئيساً للجمهورية فهذا يعني أن سعد الحريري رئيساً للحكومات خلال عهده وإذا بقي عون خارج رئاسة الجمهورية هذا يعني أيضاً بقاء الحريري خارج الحكومات كيف تقيمها صحيح هل هذا منطق هذه المقايدة إلى هذه الدرجة الجزء الأول صحيح طبعاً تكون موافقة أنه عون في الرئيس الجمهورية توافق أو لا توافقي معناتاً أقل أن سعد الحريري يكون معه رئيس حكومة أنا برأيي أنه كمان النقاش أوسع وأكبر يعني هلأ مش وقت أنه نقول ماذا حصل أو الأحراب يعني ماذا حصل للتحضير للتحضير يعني لقبول وكأنه هو سعد الحريري سيقبل مش السعودية أعطي أوراق عديدة يعني يعطي يعطي للمستقبل أوراق تمريرات في داخل من الوزراء ومن ثم التوافق بين العونيين والحريري والمصارف لرفض أو لتعطيل سلسة الرتب والروادي هاي دي شغلي يعني منع يعني منع مشكورة ومن ثم عملت غضب فعلي في أوصات معينة شعبية وسياسية على موقف عاون بهذا الاتجاه ف بحال حصل هذا التوافق سلسلة الرتب والرواتب يعني المحلية جدا هل يمكن أن تدخل يعني أدخلها يعني أدخلات بمعنى أنه ورق المقاعدة بسيغة جمهورية توافقية هاي بتعطي مبعد يتعطي بجدية الأخرى الإصلاحية آه طب في وكمان قانون الأجارات نفس الشي كما بالنسبة القانون الأجارات نعم كله توافق عليه أعطيني أعطيك مجلس نواب بتوافق لي على القانون هذا كان على القانون هذا بي مش هكذا بي مش كلا لحد مصلحته فيه ما يشي ما يدعم بلك البلد مش هلأ ولكن برأيك هل يمكن أن يتم الموافقة على قانون ما من دون أن يكون هناك في المقابل يعني وعد جدي ورسمي بكورسي الرئاسة ما في وعد لأنه مش الوعد مش بقيد سعد الحرير وعد بقيد القرار بالسعودي خارج يعني عنده شو يدون رضا إيران بدنا نتوافقه مع إيران كيف بدنا نتوافقه وعلى من يعني من هون السعودي ربط رئاسة الجمهورية في لبنان مع الوضع في العراق وأيضا يمكن احتمالات توضع في سوريا والوضع أيضا في سوريا فيما بعض الانتخابات طيب إذا عدنا إلى الحوار لأنه هذا الذي يعطي الانتكاسات أو الأحرى الأسباب الرئيسية لدور السعودي في المنطقة وخاصة في سوريا عمل تداعيات في المملكة العربية السعودية وبالإسرائيل المالك فشت له على فشل هون فهالتداعيات فشت له فشت له يعني وأنه الأمريكان عملوا اتفاق مع إيران والسعودية أين صارت السعودية اضطرت وتنحشرت أن تعمل اتفاق فوق وتحتط الطاولة مع إسرائيل لرفض الاتفاق الأمريكي الإيراني النووي هذا أدى أنه صار لا سياسة خارجية للمملكة العربية السعودية وجاي معه أن أحفاد أولاد الملك عبد العزيز صاروا على آخر كلهم فمعناتا سينتقل سينتقل الحكم بالإسرائيل المالكي إلى الأحفاد والأحفاد عاملين محاور كل واحد حامل الخنجة ظهر الثاني أنا ولا سواي يعني صحيح الكلام الذي كان يحكى في السابق لأنه هناك أيضا لوزير الخارجية السعودي سعود الفيصل هناك استقالة بين مزدوجين طبعا يعني كاستقالة بندر بن سلطان هلأ بلك التعبير اللي ديوان الملك عم بيستعملوه حول هذه الشغلات نعم فضل فلأنه الوضع إذا كان حصلت التفكك والخلافات بقلب الإسرائي الأمريكي معينة المملكة تصير قبل الانهيار دخل الأمريكي تركهم إنه بكنت عرضوني وتطفوا مع إسرائيل ضد الوجه الأمريكي اللي عم تعمل حول إيران طب هذي إلى أسمان هذي إلى أسمان بشهرين ثلاثة انضبطوا وصار توافق تحت المظل الأمريكي بالسعودية بالإسرائيل الملكة حصل الأمور التالية تالية فضل لأن أولاد عبد العزيز رايحين ما بنعرف أي متى بيصبحوا كيف بمسوا ما بقي يعني الصغير الكبير بينتهم هو مقرن هو أصغر الكل وهو عمره سرعين سنة هو الصغير فاعتبر الملك في حلف بين وبين مقرن الملك عبد الله وحلف بين وبين نايف وأولاد نايف نايف اللي توفع أولاد نايف في حلف سابق ضد بين سلمان وليل عهد وسلطان فالقرار هو التالي قرار عم قلك الملك عبد الله وواضح صار بالتسميات والتعينات تصفية أرس أولاد الملك فهد وأولاد فيصل ملك فيصل وأولاد سلطان ولي العهد من المراقز الأساسية المقررة في الإسرائيل والدليل مقرن جابوا ولي ولي عهد لأن الملك وولي العهد نايف رايحين إلى مكان آخر فبيبقى مقرن هو الملك وآخر ملك مقرن من أولاد عبد العزيز شرط عبد الله الملك عبد الله على مقرن خيو أنك إذا صرت ملكا بدك تجيب ابنه لعبد الله متعب وليا للعهد هذا بيكون الفتحة البادرة نحو الأحفاد الانتقال مرحلة انتقالية من الجيل الأول إلى الجيل الثاني من الجيل الثاني الجيل الثاني كل سنة سيكون في مشكلة بس يسلم أربعة تاريف واحد ومشكلة الاتفاق صار يعني مقرن الحلف الرباعي متعب ابنه للملك عبد الله ومحمد وزير الداخلي ابنه لنايف وفكوا التحالف بين سلمان الملي عهد الأمير سلمان وأمير سلطانه وأخواته أولاده فكوا التحالف وجابوا ابن سلمان وزيرا بديلا عن يعني ابن سلمان محمد جابوا بديلا عن سلمان خي بن بندر اللي كان مسؤول عن الملف السوري في الأردن طار بندر وخالد وليد سلطان وطار آخر واحد سلمان ابن سلطان ثلاثة عفوا جاب محمد ابن سلمان بديلا عن عبد العزيز ابن فهد صحيح يعني عم بيحاول وآخر شيء عم بيقول ركر عم بيرك يعني صارت تركيبة شيء خالص يعني قيادة المرحلة الانتقارية يعني ما زال موجودة سعود الفيصان الآن يقول يجب تنظيف وزارتين الدفاع والخارجي من بقايا رس هؤلاء لتستطيع أن تستكمل الحركة بنوع ما بدي أقول الاعتدال يعني نوع آخر يتنسب والمرحلة نوع آخر السياسي الخارجي السعودي مع الأطراف الأخرى عربي وغير عربي وتتسم بأقل حدية يعني بحدية أقل بهذه السياسة أم أنه من بعد أكتر ما فاتوا بحدية أكتر ما فاتوا باللعب باستدعاء هني والأمريكان كل شيء فيه واحد بيقول أنا سلف وتكفيري في العالم كله سواجهو مرؤوه ودفعوا هذا ما أولي لن أقول يعني لم يتصرف وأي تصرف من كل ما تم خلال فترة شطمه مكتشفين بالسعودي خلايا 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 شيء بالقطر ورا شيء القاعد ورا شيء الأمريكان ورا يعني رعبوا بالأخير أنه هذا كرة النار اللي كبوها بسوريا ارتدت عليهم وسترتد على الجميع لكن هذا ما أريد أنه يعني لم يتم أي تصرف أي موقف أي مفاوضات بمعزل عن الأمريكي هذا سبب إجراء سعود فيصل برح يحكي كلام بلوه هك أنه عم يدير لأنه عنده قرار بعد ولن يعطى القرار الملك راح على النقاة راح على النقاة حتى أشعار آخر ليش عملك هذه الضطون لا يستطيع أن يذهب إلى المغرب حتى أشعار آخر بدون أن يكون هناك ترتبات لاتخاذ قرار ما يعني في ديوان الملكي وفي وزارة الخارجية يعني وأيضا في حول لبنان ما في قرار ليس حول لبنان المفاوضات أو الحوار مع إيران أروي لك شغل الملك أوعز أنه يدعو عوزات الخارجية تدعوه زي خارجية إيران كاد أن يتلك أسعود الفيصال خاف إذا تلك أو مدعه يشيله فوجه الدعو يغس من عنه شفهيا شفهيا وأنه يعني ليست بإرادته ولا هذا القرار بده يعني لأنه هني تلاتي الصقور بجناح الإسلام المالكي الصقور اللي هني بحقد أيضا أكثر ضد سوريا وضد العراق وضد كل الأطراف الأخرى هني سعود الفيصال وبندر وتركي تركي خي سعود الفيصال اللي هو مكلف هو بندر بالعلاقات مع إسرائيل على نانو غير على نانو صار مرتين تلاتي ظهر أنه كلما بيكون في حدا مسؤول إسرائيلي فبيسلموا بيجتمعوا وبيتعاطوا ماشي يعني يعني ما علي يخزرون هناك خطأ ما يعني لم يعرفه يعني نعم يمكن لم يعرفه مثلا نعم نعم معروف شمان بيراز وليه معروف هول باتلمانية ولكن فعلا هناك يبقى موضل أمام هذا التغير والانتقال من الجيل الأول إلى الجيل الثاني ولكن بعض الفاصل نتبع هذا الموضوع أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود فتقوا معنا أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعة وأراحب مجددا بضيفي في الأستوديو الأستاذ سيد فرنجي أهلا وسهلا بك أستاذ سيد يعني كنا نتحدث عن انتقال الحكم من الجيل الأول إلى الجيل الثاني في المنبكة العربية السعودية يعني وكنا في النهاية هناك يتبقى من سعود الفيصل وزير الخارجية طيب الملك يعني هل سينتقل الملك أيضا يعني كيف سيتم ذلك وأيضا هناك ولي العهد لا هي يعني هذا التحضير تحضير نعم سلموا مسؤوليات ومراكز أساسية يعني صار الملك معين ثلاثة من أولاده صار خمسة مثل ثلاثة رعية مؤخرا أمير الرياض وكان معين مشعل أمير المك نعم هدا عندما يعني يشعر الملك أنه استقرت هالمرحلة انتقالية صار فيها تقود الإسراء الملكي وحدة بقيادة مقرن أعتقد بمعلومة أنه بالشهرين أو ثلاثة شهر قادمين الملك سيستقيل وولي العهد سلمي سيستقيل لا يتركوا المجال مفتوحا وهني طيبين عاجلوا الأمر إذا صاروا إشكالات مش هني بعد ما يتوفوا ما يعرفوا شو يصير يعني احتياطا وتجنبا لكل السينديوهات التي كانت تتحدث في حال موت الملك من تقسيم أو من خلافات الأحفاد طبعا كل واحد مع الثاني ويحبوا يبوصوا ويبنقروا ولكن سنجر ناطر أمتها فيشكوا ظهروا تمشان أنا ولا أنت طبعا برأي كذا وهذا كيف ينعكس على المملكة تحديدا لأول مرة يحدث أن يستقيل الملك وأن يستقيل ولي العهد لا يستقيل محضرين البدائل ما هي البدائل هل هنا مقرن ملكان وابنه العبدالله متعب الأمير متعب ولي العهد هون لأنه ابنه هو أول واحد من أحفاد يسترم ولات العهد تمهيدا أنه لا يوجد لثلاث أربعة من الأحفاد المشكلة وين أنه كان يقدروا يعني عندها غير مفاجئة الاستقالة بالعكس هي مطلوبة يعني مطلوبة طالما أنه الابن يعني الولدين النجلين الحفيدين يعني 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 يستقيل لا يقدروا يبلشوا يميرسوا إذا تجي عليهم مشاكل بقلب الإسرائيل الملكي والخارج لا يكونوا أنهم بعضهم أحياء يعرفوا كيف يعالجوها ويساعدوهم مش أنه ننتظر لموت ليسلم المقرن والأحفاد فما بعيد في ضوابط لأنه كلهم بعيد في حد أولاد عبدالعزيز في المقرن بعدين ومتعب اللي قعد محلتاني العلاق السياسي من زمان من أربعي سنة فهون أنه تضلوا عاملين نتفة رقابة بسلطة معنوية الملك السابق وولي العد السابق على المرحلة الجديدة اللي بدني يشتغلها وهذا طبعا مضبوطة بالسقف الأمريكي لو كل ما مضبوطة بالسقف الأمريكي السلام عليكم هذا يعني هذا يفسر ما أوردته اليوم صحيفة البناء بأنه هناك خطاب مختلف من السعودية باتجاه حزب الله يعني ما عادة لديها ما عادة تهاجم حزب الله لأنه بحسب تعبيرها يقاتل في سوريا يعني ما عادة هناك طلبات بالعكس يعني هي تلطف إذا صحة تعبير الأزواء طبعا بدني يبدأوا هيك مش لأنه لا ما حبتنا ولا غير شيء ولش لأنه بدني نسيقوا طريق المفاوضات والحوار مع الإيران لأنه مشروع فيش هل سيتأخر الحوار؟ هون كمان هني سينتظرون المعركة الأكبر اللي جاي على فشل ولا على غير فشل الصراع الذي سيحتدم ما بين الوهابي وبين الأخوان المسلمين وخوفهم أن لا ينتقل إلى الخليج العربي إلى الإمارات إلى أنظمة النفط هذا الخوف سوف نتابع هذا الموضوع ولكن بعد وما يحصل في ليبيا جزء منه الأخوان المسلمين الآن ضد تحرك العقيد خليفي حفتار بينما السعودية معا سوف نتابع هذا الموضوع أكثر بعد أن نذهب إلى إقرأ تركيا والتفاصيل حريات معادات اليهود في تركيا في دراسة أصدرها المركز ممارضة التمييز العنصري في الولايات المتحدة الأمريكية تبين أن نسبة المعادن لليهود في العالم تبلغ 26% وقد شملت الدراسة بلدانا تمثل 88% من سكان العالم وفيما خص تركيا فقد أظهرت الدراسة أن 69% من الأتراك يكونون مشاعر معادية لليهود مع ملاحظة أن النسبة تكبر لدى من تراوح أعمارهم بين 35% و49% وقد تبين أن ذروة الكراهية لليهود تكمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تتعدى الـ 74% راديكال 300 وعامل منجم والرجل الأوحد لماذا اجتمعت الأمة عام 99 على زلزال مرمرة فيما انقسمت على كارثة منجم صومة لأن الهم الأوحد للرجل الأوحد أردوغان كان إنقاذ نفسه من تحمل المسؤولية إذ بدأ باعتبار الحادثة عادية تحصل في كل مكان ولما لم ينجح في ذلك حاول إيجاد كبش فداء هو رئيس الشركة المشغلة للمنجم ولما لم ينجح ألقى اللومة على بعض الصحافيين والآن يلقى اللومة على وزير العمل فاروق تشيليك الذي قال إن كل المسؤوليات والتفتيش والترخيص بيد وزير الطاقة تانير يالديز ولو كان علي مسؤولية لا استقلت أي إن على وزير الطاقة لا استقاله الهدف الوحيد هو إبقاء نفسه بعيدا عن المحاسبة ومنع تكون مناخ معاد له على عتبة ترشحه للرئاسة ولسان حاله يقول فليذهب الجميع إلى الجحيم المهم أن أبقى أنا ميليات صورتنا الخارجية بعد كارثة صومة اهتم الإعلام العالمي بكارثة منجم صومة تداء من زاوية إنسانية وصولا إلى بدء تناولها من زاوية سياسية حيث تكاثرت الكتابات في الصحافة العالمية التي تناولت الاحتجاجات التي واجهت زيارة أردوغان إلى صومة ورفس أحد مستشاره مواطنا وهو ما أساء إلى صورة تركيا في الخارج ووصل إلى حد مطالبة كثير من الصحفيين الألمان بإلغاء زيارة أردوغان إلى قولونيا في الرابع والعشرين من الجاري بمعزل عن الجانب السياسي من التحليلات الخارجية فإن تصحيح صورة تركيا في الخارج تبدأ بتصحيح مسار الطعاة الداخلي مع المشكلات وعدم مقاربتها بالعنف والغضب أستاذ سؤال سريعا الوضع تركيا أم تركيا من كل هذه التغيرات وكل هذه التحولات يبدو تركيا ما زال لها دور فعال استخدمة عدد من المجموعات المسلحة بما فيهم جبهة النصرة للعمل على إزعاج تقدم الجيش السوري في منطقة حلبوة جوارها لأسباب عديدة بما فيها الاختراق الذي حصل منذ شهر وأكثر من شهر في شمالي الليدئي في الريف الليدئي فهلأ حالة انكفاء لأن وضعها الداخلي لعم يعد يسمح لها بأن تتبنى القضايا الكبرى والظل فيتي خاصة صار خوف كبير من انتشار المجموعات التكفيرية الإرهابية في أرض تركيا إضافة للوضع الداخلي في تركيا مشاكل العديد من قلب المجموعة الإسلاموية يعني الإخوة المسلمين وحدهم جولان إضافة للحصلا بارح غير الحريات وغير هذا أهمال كبير لأدى إلى مقتل أكثر مثل التميب تركي فهي ستكون لها تدعيات وتأثيرات كبيرة على حزبه وخاصة عليه شخصيا وعليه بمعركة الانتخابات الرئيسي اللي بده يتنطح لأن يكون رئيسا في أمور رئيس للجمهورية التركية بالعودة إلى الوضع في لبنان كنا نتحدث عن لبنان وتأثيرات الوضع الخارجي على لبنان ولكن لابد من المرور على ما حدث في طرابلس يعني كيف يمكن قراءة التوترات الأمنية التي حدثت ليل الثنين الثلاثاء وجرح ثمانية ثمانية من الجيش اللبناني بينهم ضابط يعني أين هي الخطة الأمنية من يريد أن يعثر تطبيق الخطة الأمنية أولا يعني الخطة الأمنية ستنفذ يعني ما في من شلغط عنها هلأ أسباب عديدة بما أنه أسباب ما حصل تقصد الاعتداء على الجيش لا أقول الخطة الأمنية لجب تنجح نعم ولكن هادي هلأ خلينا نقول الاعتداء الأخير نعم الاعتداء الأخير له يعني وظيفتين ثلاثة أولا يمكن يمكن التعكير على انتخابات رئيسة الجمهورية ومحاولة ومحاولة يعني بمعنى الضغط والاعتداء على الجيش أنه تحجيم دور قائد الجيش في الأسحقاق الرئيسي لبعض يعني كل أحد كيف يشتغل بوضعيته لأنه من المطروح يعني فقط لنوضح المشاهدين من المطروح قائد الجيش العماد جون قاوج يعني يكون رئيسا للجمهورية بما أنه الذي قاد عملية الجيش قاد عملية الخط الأمني وتنفيذها توافقا أو لا توافقا مع المجموعة المصلحة فمعنى هذا النجاح يعطيه مدماق لأن يصل إلى الاستحقاق الرئيسي يأتي الآن بثغرة ما يضربوا هذا ولهو الناس فيه في معنى يعني تشويه صورة قائد الجيش من أن يكون قادرا على أن يطبق هذه نعم ثالثا صراعة الداخلية طيب بمعنى أن الجيش هلو كلهم بيعرفوا صاروا صار في اتفاق حصل مع قادة المحاور ومع المسلحين المن لم يقتل مباشرة ناس أو يطلق الرصاص أو بعملية اعتدائية على الجيش قتلا أو جرحا أو على آلياته هول يفوتوا ويحقوا معهم بين شهر وشهرين يطلعوا والكلام اللي عم بيقول قال أنه قبل رمضان لازم يكونوا يطلوا كلهم باستثناء الذين يعني فيه اعتداء مباشر وقتل مباشر على الجيش على الجيش وعلى غير الجيش يعني قتل مباشر على غير الجيش يعني هلنجموعة اللي أواصلت العلويين بقلب ترابلوس يعني فهذا الموضوع المتضرين الآن لما وصلهم للتسوي وهني مصلحين ويبدو أنه لهم وأقرب هني أقرب إلى المجموعات السلافية من المجموعات قادة المحاور فكمان هذه جانب من الحرطقة طيب أيضا تقول يعني صحيفة الأخبار يعني في هذا الشأن هناك تخوف يعني المصادر التي تتحدث تتخوف من أن يكون هناك أيضا صراع بين الأجهزة الأمنية هل هذا وارد؟ باللهي لا في قضية ترابلوس في قضية التوتر الجديد في ترابلوس ممكن بس إليك مش بالاعدداء يعني هلما في كلهم بصميتهم كل الأجهزة الأمنية بصميتها عكل مصلحي بترابلوس شي بيشت شي بيجي بيأخذ طبعا كل واحد بيعطيها تفسير آخر وهذا ممكن يكون حاصل بس لكن الآن ضمن حالة الائتلاف القائمة بين الأطراف كلها سواء بالحكومة وخارجها منه مطروح الآن يعني حالي صراعي تنازعي بين مخابرات الجيش وفرع المحلومات الآن بس إذا بيطلع أحدهم إذا كان عارف حاله أنه لها تطلع براسه شي مسؤول في مكان ما بيعمل شي بس لكن اللي حصل ما له علاقة بالخلافات الفروع المحلومات عالم ما يدلها علاقة بالتسويات القضائية والتسويات في تسويات ملفات هؤلاء صار خارجين على الموضوع هذا اللي قلت قبل لأنه ما لحق هون لا أنا أعيد ما قلته لا أنا أؤكد على ما قلته منك يمرو أنه هذا هو له تسويات اللي عم بيطلعوا فقط المأواصوا على الجيش ما اعتدوا على الجيش بضبط طيب يعني ما بقي لدينا من وقت لابد أن نتحدث أيضا نعود إلى موضوع البطرق وموقفه من رئاسة الجمهورية وأيضا يعني طالما أنه الملفات كلها في الخارج يعني هل يمكن أن نعرف أو هل هناك كلام أو هناك مواصفات لرئيس الجمهورية المقبل للبنان طبعا هو لازم يكون في مواصفات لا مواصفات بالمعنى أنه هل معروف هل هناك يروج لعدة أسماء لعدة أسماء ولكن هناك دائما يعني من يختبئ في الظل لأقول أنه أقدم البطرق الماروني على اللعب على نان في معركة رئيس الجمهورية مباشرة كيف يعني باستضافة الأقطاب أوكي ممكن إذا كان في حالة جمع بس ولكن دور من عشرة يام 12 يوم مباشر فات مباشرة معركة هذا بديه هذا ما بديه هذا ما بيصير تانيا التسريبات اللي عم بيعملها أو بفرنسا مع سعد الحريري ورجع بالاتصال هاتفي ومع رئيس مجلس النواب وعم بيدغط على الفاتيكا وعلى الفرنسيوي من جديد للقبول بالتمديد لرئيس الجمهورية الحالي سنة أو سنتين رغم أنه عارف أنها هذا التمديد سقط المتن هو معارضا للتمديد لا صار معه تحت عنوان الشغور الفراغ الدستور ف فاتح هذا الموضوع العدد معد يعني معد سر كلهم بيعرفوا أنه طاحش بهذا الاتجاه حتى لما ألون هذا سقط هذا عم بقوله أنا يعني غلط يعني عم بورط البطر كي بحد ذاته بموقف بالعلاقات الداخلية مبان الصراعي وغير الصراعي بين الأطراف كلها سواء لازم يبقى بمن أعنا وأخي من أربعة يام بيرجع بيطرح وقالوا له مسكرة تمديد خلاص رئيس جمهورية دستوريا وغير دستوريا قالوا طيب رجع فات بتمديد مقنع بمعنى طلب تمديد مقنع رئيس جمهورية بمعنى وقالها الكلام مباشرة نبيه بره رئيس ميس نواب أنه مد 62 دستور اللي بتعمل حيالة الانتقال صلاحية الرئيس إلى المجلس الوزراء فتركوها مجال يعني احزفوا هاي أو بالأحرار ليبقى الرئيس في سدة الرئاسة إلى أن لا فقط لا يصرف عمال آه إلى أن يتم انتخاب بس بس يصرف عمال وهي دي وخيف الدستور فميجاوبوا رئيس المجلس طيب هذا معنا بدنا تعديل دستور وإذا بدنا نعدل دستور معنا بدنا نعدل للكل مش مسلا التمديد للآخرين صح تارثا إنه تعديل الدستور بده 87 نائب فإذا فينا نجيب 87 لنعدل دستور لأن نجيب 87 لأن قبرأي جورية لم بارح مساء كان بعده عم بيشتغل للتمديد المقنع وهذا ما بعتقد أنه موقف صحيح يعني للبطرقية رجل سياسي بيحكي يحكي موقف صح ولا غلط لكن دائما يعني البطرية مباشر والانتقال بالموقع إلى موقع موقع يترك البطرقية ويترك إلى آخر لا يشتغل ولا يسوق ويروج التمديد من يريد خارجا أن يتم التمديد للرئيس سليمان مستقل ما عنده مانع خارجا قوة فرنسا حتى قيل أنها غادرت من عشرين يوم السابعة عندها إذا بتجدد أحسن والسعودية لا تقول لا ولكن من طال بالتمديد إذا فرنسا قدرت نجح بتقرب وجهة نظر نحو التمديد فالسعودية بتوافئ هل هناك من مرشح هو الأوفر حظا بكلمة واحدة انتهاء الوقت هل هناك من مرشح هو الأوفر حظا فعلا يتم الحديث عنه حتى الآن لا يجد إلى هنا وتنتهي الحلقة أعزائي المشاهدين أشكر ضيفي في الاستوديو الأستاذ سيد فرنسي شكرا جزيلا على حضورك وعلى كل المعلومات التي أفتنا بها ولكم أيضا شكرا جزيلا على متابعتكم إلى اللقاء صباح الغد أهلا المصدقى للمشاهدة اشتركوا في القناة